وقعت وزارة الاتصالات العراقية اتفاقا مع وزارة الدفاع الإيرانية في بغداد للتعاون الفني والتخصصي بحضور الوزيرين حسن كاظم الراشد وأمير حاتمي الإعلان عن توقيع الاتفاق بين وزارتي الدفاع الإيرانية والاتصالات العراقية نقلته وكالة إيرنا الإيرانية للأنباء فيما لم يصدر عن الجهات العراقية الرسمية أي توضيح عن الاتفاقية وما تضمنته من تفاصيل وبحسب الوكالة الإيرانية فإن وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي قال على هامش التوقيع على الاتفاقية إن إيران ستعمل على دعم إعادة إعمار العراق ولن تتركه وحده في هذه المرحلة